ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني أنا طالب تجاوزت السنة الأولى الحمد لله ومقبل على السنة الثانية طيب لكن هناك العديد من الأسئلة التي تواجهوني كيف سيستم إونيتر صعب ولا سهل هل يساعدني ولا لا يساعدنيش كيف سيكون دير بروغرام و هل يريد أن يتوضي التاعي كيف سيكون كيف سيكون الأكزام و بزاف 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 الأسئلة معكم كنزة أتوديانت أدميسان تخوى دياماني ميتسين غدا اليوم نحكي لكم على السنة الثانية طيب كيف سيكون صعب هل يريد أن يكون الأكزام هل يريد أن يكون الأكزام هل يريد أن يكون الأكزام أو البرنامج أولا البرنامج البرنامج سهل و بسيط عندكم خمسة تعلاج إونيت وعندكم دو موديول إونيت 1 سيستم كارديوفسكولير و أباري ريسبيراتوار يعني سيقرأ على القلب الأوعية الدموية و سيقرأ على الجهاز التنفسي إونيت 2 أباري ديجستيف الجهاز الهضمي إونيت 3 أباري أورينار الجهاز البولي إونيت 4 أباري أندوكينيان و أباري جينيتال سيقرأ فيها على الرودة الصمة و سيقرأ تاني على الجهاز التنسولي و أخيرا و ليس أخيرا إونيت 5 سيستم نغضو الجهاز العصبي و لدو موديول إيمينولوجي سيقرأ على علم المناعة و جينيتك علم الوراثة في كل إونيتكين 4 موديول آناتومي إستولوجي و فيزيولوجي الموديول الرابع متغير ما بين بيوشيمي و بيوفيزيك كما الإونيت الأولى والأخيرة تقرأ بيوفيزيك في 3 إونيت اللي جينفلوس تقرأ بيوشيمي و في شكل إونيت حنا عدنا في كلية الطفاء و هران لأنه تختلف من كلية لكلية عدنا تبا آناتومي و تبا إستولوجي و تحاليهم دي كيستيون في الأكزامن ثانيا الامتحان كيفاش يجي دائر الامتحان حيكون علي كامل حيكون شامل لكامل الموديول و كامل الموديول فيهم عدد معين بالكيستيون يعني حيكون على كامل الموديول يلحق عدد الكسام يلحق حتى المئة و فيهم دائما عشرين كسام ثابت للامتحان تاعد تابي و تكون النقطة تاعد مستقلة على النقطة تاعد الكور و الوقت يكفيكم لأنه لكل كسام عنده دقيقة و نصف يلحق تحصل على الكسام ساعتين و نصف صح و بعد هذا كله ناشتغل لديك اماتود أو ليس أ каких أستيس نون جهوIS نصحة واحد جماعي 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 حرزوت قضاء روحكم روطار كتر من 1 سمان اKS ديروا في بالكم بلي شاك ادته فإذا فه ادتك 4 سمان 5 سمان 3 سمان شاك ادته وكيف وعندكم 1 سمان دو ريVISION خاتي لعي سمان دو كور سمان دو ريVIS دو فيها فلا فن تحا دكلاو سمان عندكم 1 examen donc عندكم لتنب لعيزين مي لكور دكت سمان دو ريVISION لن اشترىه لديهم حتى تنسى لديهم حتى اخرى دائما دوروا لديهم حتى تنسى لديهم حتى تنسى لديهم ثكيفية لأجل الترجم ان تغطي على كخير من القمة لأنها تتشريح وتتسامه لكن لديها ستنسى كما نقوله إلى الدنيا لكنك فاهم وحكا رح تبقى لك الانفرماشي حتى لا سوماد ريفيزيون باهت عاودة ريفيزي حكا بغل تخوزين فوا هادي هي ناصحتي اللولة الناصحة الثانية دائما تستي روحك ابري اشاك كوب وبيان كي تجوز يعني واحد الفترة تستي روحك لبغات مكشقاري كامل لكوب ميتستي روحك سقسي روحك شوف روحك وينراك امام هادي العفزة تحت حل الكسية مديرها فلا فيت عليك زمان بس كو حتساعدك بزاف بزاف من جيها انك حتعاون روحك با تزيد ترسخ الانفرماشيون تاعك من جيها حتزيد تعاون ان الدماغ تاعك باهي ولي يخرج المعلومات بكل سهولة لانه مشي دايما هو يدخل يدخل المعلومات لازم فان يتعلم كيفاش يخرجهم يتعلم كيفاش يجاوب عن الاسئلة وهدي هي ثالثا يوم الامتحان يوم الامتحان يوم الامتحان لازم يتكون في اعلى طاقاتك في اعلى تركيزك لازمش ما لازمش تتخلط مع لازم تريفيزي سوال حلي نقصينك شوية قبل الاكزامة لكن ما لازمش تخلي استرس يغلب عليك حتى ولو كان ما كنتش قاري مئة بالمئة ولكن احتفظ بالمعلومات اللي ركقاريها وما تأكد منها وما تخليش تركيزك وطاقتك تهرب في المشتتات وتهرب في الطاقات السلبية دائما كلام لنفسك وكون واثق بنفسك وواثق بالله سبحانه وتعالى انو تعبك ما راح شي ضع رابعا كي حطولك ورقة الاسئلة كي حطولك لاغري تاعك والسجي تعليفي لكسيام والبروبوزيش لازم بيتجاوب بيان وتركيز بيان بسكو كي نلعب الكلمات في لكسيام وكوشي دائما اللي تكون شغ منها وما تتنسوش البسنالة قبل بداية كل امتحان نصح في طريقة المراجعة دائما ما ينصحوني انايا ودائما ما انصح انا كذلك يعني ما خليش نصح توقف عندي انك تبدأ بالاناطومي من بعد الاستولوجي وتروح لفيزيولوجي تاحدك لسيستام لانو دائما تسهل عليك اذا رح تديرك تمر لفيزيولوجي ما راحش تفهم غاية لانو لفيزيولوجي تحكي لك لفنكسيومان اذا ما كونش تعرف لستركتور كيفاش حتعرف لفنكسيومان الاناطومي يساعدوك لشامع في الفهم الفيزيولوجي تساعدك لانييماشون وتساعدك لفيزيوليزاشون ما تفهم غاية لفنومين يفو تفيزيوليزيهم يفو تحركهم بحاك تفهمهم غاية امام ما تترددش وسقسي زملاء توعك في الدفعة ما تترددش وسقسي لبخوف توعك دائما ما تقارنش روحك بغيرك ودائما دير ثقة في روحك وبعون الله حتنجح ان شاء الله وتباصي السنة الثانية ذهابا الى السنة الثالثة وخيتاما وكا رأيي شخصي الو سيستام اونيتر كان بيان اوغانيزي لذلك ساعد نغاية انك تقرأ أبا غاية فوت اكزامو تروح لطخ أبا غاية فوت اكزامو فيه وهكذا دواليب وكذلك وليت من راكمش دروسي لانه التراكم حين تجعلنه ضغط في الاخير وهذاك الضغط يديلي استرس وسترس غد يرجع ليه اهنايا بالسلب لذلك ساعدني وليت نقرأ بخيس ككل يوم شي شرط بشكل مكثف ولكن الاي بي تي هذك تراكم الدروس والحمد لله وكما انا اشتست السنة الثانية ادعو لكم بالنجاح والتوفيق في سنتكم القادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة